بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين اليوم إن شاء الله نغطي المحاضرة التانية عن تقنية الجيو باندس وإن شاء الله اليوم هنتكلم عن كذا الموضوع يمكن من أجمل الموضوعات اللي دائما تكون جميلة في البرمجة اللي هي كيف الواحد يقرأ الديتا لنا الديتا من فايلز لوكال يخينا نقول زي الجيو جيسون وزي السي اس في فايلز وزي الشيب فايلز بس كيف نقرأ من داتا بيس فهذا هنتكلم عنه اليوم كمان إن شاء الله وفي نفس الوقت أو بعدها إن شاء الله هنتعلم كيف نستخدم الدوالة الجغرافية ناخد مثال مثالين تقريبا وبعدين إما نتعلم كيف نسيف الريزولتس حقتنا فبسم الله نبدأ دحينا شايفين هنا أمس إذا فاكرين في لما شرحتنا على حكاية الانفيرومنت فأنا دحينا داخل الجيو بانداز انفيرومنت تمام لو رحنا على انفيرومنت طيب في يعني اللي حابب يعني تابع دحين معاي وعشان يشتغل مع الكود في لايبري اسمها SPSI Psycho PG2 يلي اسمها Psycho PG2 طيب كلمة Psycho يعني مجنون بس ما دل إليهم ما أسموه طيب أنا نزلتها يعني طبعا أخلوا بالكم إنكم تكونوا في الانفيرومنت اللي سويتوا تنزلوها طيب يعني تضطوا عليها وتتزويش apply أو download من هنا طيب فهذه أول لايبري وتاني لايبري اللي هي اسمها SQL Alchemy اهي SQL Alchemy أنا برضو نزلتها قبل شوية وعلى العموم يعني نزلوها كل واحدة منهم بتاخد دي دي ديتين يعني طيب يعني عبل ما نزلوها إن شاء الله أنا أكون يعني أشرح يعني بعض المسائل وإن شاء الله نبدأ الكود بعدها طيب فعندنا لحين SQL Alchemy وفي عندنا Psycho PG طيب طبعا هذه التو لايبري ما لها دخل في إيش أو ما لها علاقة وطيدة خلنا بيقول بالجيو باندز الجيو باندز زي ما ذكرنا أمس يعني هو دمج بين أكثر من لايبري وطبعا اللايبريز الأساسية أو الباكيجز الأساسية معلش وعلى فكرة معلش كلمة باكيج أدق من كلمة لايبري يعني بالذات في مع البايثون طيب فهي خليط زي ما ذكرنا أمس بين باندز وشيبلي وفيونة ولايبريز ثانية اللي مو فاهم الفروق هذي ممكن يعني إيش يراجع المحاضرة حقه أمس اللي هي الجزء الأول في الجيو باندز طيب حين السايكو بي جي هذي اللي شايفينا قدامنا يعني إن شاء الله تكونوا بتنزلوا هذي حين السايكو بي جي 2 هذي لايبريز تستخدم لعمل connection يعني للدخول على database طيب أو للقراءة من database بس اسمها بي جي يعني تقرأ بس من database نوع واحد اللي هو postgres طيب هذي جدا مهمة يعني سايكو بي جي 2 هذي اللايبري أو هذي هذا الباكيج يستخدم فقط لقراءة الديتابيس اللي من نوع postgres database أوكي postgres ql اللي هي فيها post gis اللي أنا تكلمت عنها برضو في سلسلة تانية في ثلاثة محاضرات طيب ألا فهذي أول لايبري أو ما عليش أول نقي alchemy أوكي سايكو alchemy أوكي أول باكيج الباكيج التاني اللي اسمه سايكو alchemy شايفين هو sql alchemy هذا الباكيج مختلف شوية طيب الفكرة ما فيه إنه يستخدم لقراءة الديتا من من أكثر من نوع من الديتابيسيس يعني ممكن أنا استخدم sql alchemy أقرأ من sql server ممكن أستخدم sql alchemy أقرأ من mysql ممكن من sql lite ممكن من oracle ممكن من توقع حتى من db2 حقات ibm وغيرها كثير يعني برضو فالسايكو بي جي الأولانية سايكو بي جي 2 لازم يكون الرقم اتنين موجود هادي اللايبري فقط عشان نسوي connection مع database من نوع Postgres بس السيكو الألحكمي لا ممكن تسمح لنا إنه نسوي connection مع أي database طبعا نحنا عنستخدم Postgres وأنا حوريكم بسرعة كيف نستخدم الطريقة الـ two libraries وإن شاء الله يعني تكون واضحة معكم فعالعموم إن شاء الله تكونوا يعني عبر ما يعني في الوقت اللي شرحت فيه تكونوا نزلتوا الـ two libraries لأنها ما تاخد يعني وقت طيب المهم الحين لما نرجع طبعاً لهوم نضغط launch انا كيدي ضغط لانش ومشغل الجوبيتر لاب طيب فنحول ده حين على الجوبيتر طيب اوكي حينة اللي ما بالنسبة اللي ما حضروا معناش بالنسبة اللي ما حضروا المحاضرات حقه البوست كريس والبوست جايس كنا بنستخدم برنامج اسمه بي جي ادمن حين هذا البرنامج بي جي ادمن سوينا فيه داتابيس هنا اسمه جيو داتابيس شوفوا دا حين نفتحها بعدين هنا في عندنا تو تابلز فيه تابل اسمه دابلو يو سيتيز و دابلو كونتريز ايش الفرق بين الاثنين هذا وورد سيتيز وهذا وورد كونتريز ويعبارة عن بوست جايس تابلز الاول من نوع بوينت والثالي من نوع ايش بوليغان طيب هذا للدول دول العالم كلها وهذا الايش للمدن طيب فنحنا نحينا امس قرأنا اليو اف او ديتا اللي نزلتها من الكاغل الديتا ستس نحينا بقرأ هذا الملف اللي هو ميت داتابيس فكيف نسوي كده في الجوبتر طيب خلينا اول شي نستخدم السايكو بي جي طيب نحينا اول شي نقول خلينا نحط الامبورت سبع ان اوريكم خطوة خطوة طيب فعندنا الجيو بانداز او شي نقول از جي بي دي طيب بعدين اه اسالنا قلنا سايكو بي جي فالسايكو بي جي برضو يعني انا ما بقى يعني هي مكتب ضخمة خلينا ناخد منها فقط ليش اللي نحتاجه احتاج حاجة فونكشن اسمها كوننكت طيب بعدين خلينا ناخد من السايكو الالكمي امبورت كريايت انجين طيب طبعا في فرق بين كوننكت و كريايت انجين طيب وانا ما حاخد في التفاصيل لانه هذا يعني مو موضوعنا بس انا اوريكم الطريقة انه كيف الواحد اقرب من من الداتا بيس طريقة عن طريق تو لايبريز وحطها في الجيو بانداز او في البانداز حتى مو تركب نفس الشي طيب حطينا اي اوكي وفي عندي ابغانا سوي اليوم كمانا شغلة تانية بسوي امبورت لباكيج اسمه او اس يعني اوبريتنج سيستم نظامة تشغيل طيب وانا دحين اوريكم ليش بستخدمو وهدي يعني من بابا يعني خلنا اقول من بابا نصيحة بشكل عام اللهم صلى على سيدنا محمد دحين احنا عادة لما نسوي كونكت للداتا بيس ايش نحتاج نحتاج الهوست فحالتنا هنا الهوست هو اللوكل هوست طيب ونحتاج البورت فالبورت حقنا اللي ندخل على الدياتابيس اللي هو 5432 طيب واليوزر نيم بوسكراس الباسورد طبعا كل واحد عنده باسورد والدياتابيس اللي اسمه جيو دي بي او اذا سميته باسم تاني عندكم طيب فالباسورد يعني يعني جد يعني خلنا نقول مرة ما ينفع الواحد اكتب الباسورد داخل الكود هذا شي مرة خطير طيب وبشكل عام يعني الباسورد ممكن مثلا تتخزن في ملف تاني طيب والبايثون اقرى من داك الملف وفيه طبعا لفل اعلى فيه شي ممكن انا خزنه في الأوبريتنج سيستم يعني ايش يعني اذا تعرفوا في الويندوز مثلا في حيث يسمى environment variables طيب وحتى في الماك وحتى في اللينكس طبعا في الويندوز يعني انا حين هذا الموضوع يعني ممكن ادفانس وهي بس يعني بشكل عام يعني ممكن انا اروح لل environment variables واضيف اضيف فاليو اقول مثلا حتى مو شرطة سميها باسورد اسميها مثلا مايبيشي اكسس ولا حاجة زي كده تمام يعني حتى لو مثلا اذا لا سمح الله هاكر يقدر يدخل حتى على ال operating system ممكن يعني ممكن ما يحصلها بسهولة لانه يقراها من ملف طيب وطبعا اذا في من الاخوان والاخوات اللي برضو متخصصين ويعرفوا اكتر في السيكيروتي يعني ممكن يقولوا كمان فيه لفل اعلى وكلام صح بس احنا ما نمنى بنخوض في دا المجال يعني فيه ممكن مثلا بدل ما خزن ال password في ال operating system يعني اوش يقولنا نخزنه فيه ناس يكتبوه في الكود هذا غلط فيه ناس يحطوه في ملف تاني هذا صح بس برضو يبغالوا ترتيب معين بعدين فيه نخزنه في ال operating system هذا يعني نوعا ما اأمن شوية طيب وفيه بعدها level اللي تخزن في برامج زي برنامج اسمه vault يمكن اذا سمعتوا عنه vault هذا لأ يعني يخزن ال password وسوي لها encryption فحتى لما نقراها هنا في الكود بيقراها encrypted طيب فلحنا الحين هنستخدمها بس في ال OS طيب على العموم هنتأكد كل شيء loaded اوكي مزبوط طيب الحين خلينا نسمي او ننشئ variables لإيش للconnection اللي حنسوي فعندنا اول شيء انا حسمي myhost طبعا ممكن تسمي اللي تبو myhost انا كتبت هنا localhost بعدين نقول myport equal 5432 فاكرين كلمة port اللي هي ايش زي الخط داخل السيرفر نفسه وعلى فكرة داحين احنا بنقرأ localhost شوفوا المكتوب port 5432 هادي برضو معلومة خارجة عن الموضوع شوية بس ممكن تفيدوكم ان شاء الله شوفوا داحين احنا في الجوبيتر لاب لو تشوفوا فوق في اليو اريل ايش مكتوب localhost colon 8888 ايش معنى دا الكلام معناه انه الجوبيتر نفسه الجوبيتر لاب الاناكاندا مبرمجة نفسها انها تستخدم هذا البورت عشان تشغل الجوبيتر لاب في السيرفر اللي هو داحين السيرفر حقنا localhost نصبط لو روح لpg admin شوش مكتوب طبعا هادي هذا الرقم معناه برضو localhost طيب بيستخدم هذا البورت طيب عشان اقرأ ايش عشان اقرأ او اشغل pg admin مو شغل الدياتابيس في فرق للدياتابيس نحنا بنستخدم 5432 طيب ان شاء الله تكون واضحة معكم طيب فدحينا قلنا myport تبعا ان نقول مثلا اليوزر انا هسميه كله بال my underscore my user اليوزر اذا فاكرين كان ال default هو postgres اسم اليوزر postgres طبعا انا مفروض احطه كده ماليش تقيله خلط كده المفروض ان هو string طيب بعدين هنا دحينا pass خلينا نسميه mypass بس انه password طيب انا ما حكتبها طيب في طيب لو كتبنا تشوف كده os.envioreenviron كده en environ مضبوط اسمين انا سويت environment variable في الoperating system اسمه pg access طيب فهنا يصير انا ما كتبته فين في الكود طبعا هو ايش يسوي البيتون سيدخل على الoperating system وتطلعو وما يعني اللي حيستخدم اللي حيشوف الكود ما حيشوف الاشي اللي حيقرى الكود ما حيقدر يقرى الاشي الاسي الاسي في طرق طبعا يقدر يقراها ما ما هقول لها بس انو ايش يعني نوعا ما هذي الطريقة امن اني يصير اذا حطيت هذا الكود مثلا في موقع زي github خلص ما يعني يصير يعرف المبرمج انو خزن الاسورد حقتك في جهازك مثلا او في السيرفر او في الكلاوت وخليه يقرأ هو البايثون يصير ما حد يشوف ها على اقل في الكود طيب فقلنا my pass بعدين عندنا my db الdatabase نحن نقول ايش سميناها gudb اهي خلنا رجع تاني مرة كده اهي الdatabase gudb طيب طيب مصمت فعندنا هذي الvariables هنستخدم هده حين الvariables عادية طيب ما فيه اكتر من شي يعني يعني هذا تقريبا من 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 اساسيات الباثون اللي هو كيف نحط value jude variable طيب هذا الرقم وهذه كلها تاكست وهذا برضو سيكون تاكست الpassword وال bdb طيب في الحين انا هستخدم pg post psycho pg اوريكم وش كيف نستخدم هذا طيب احنا سمي قلنا from psycho pg import connect طيب هنا from sql alchemy import create engine هذي بس بردو مراجعة احنا بالنسبة البايفون بشكل عام اذا انا مثلا طبعا هي اسمها create engine خلينا نقول مثلا في جوة SQL alchemy في function بردو اسمها connect اذا انا سويت كده مثلا او سويت رنية dalkode احنا هذا ما يشتغل لا ما اظن انه في connect داخل SQL alchemy بس خلينا بيستخدم psycho pg الconnect اللي تابع psycho pg وال connect اللي تابع SQL alchemy فهذا يعتبر طريقة خاطئة يعني اذا مثلا نفترض اذا كان في SQL alchemy connect يصير المفروض نسمي اللي نبغى pcon ونسمي مثلا هذا as مثلا sgpd اقول as scon يعني as مثلا psycho pg connection as scon يصير لدحينا هنا استخدمها ما هستخدم connect هستخدم scon زي ما بنستخدم gpd زي ما استخدم pd في pandas زي ما استخدم np في numpy وهكذا فهذه النقطة جدا مهمة فحيانا في الناس يكتبو code ويكون في functions ياخدوها من اكتر من library تكون شبيه اسمها ببعض وبعدين في python استخدمها يقوم ميش يسير python حيط اخبط ما يعرف هو يستخدم هذي مثلا ولا هذي طبعا اذا ما كان في is all is this this is in shallah تكون واضحة مراجعة سريعة كده وضرورية تنتبو لعنى عادة في البرمجة now I want to do connection to pgcon pgcon الفنكشن هذي شوفو ايش تحتاج تحتاج هذي المعلومات طيب طبعا في من المعلومات هذي استخدام اكتر من طريقة عشان اكون واضح معكم في منها هنا شوفوا مثلا db وكده وكده يعني اكتر من طريقة للتعبية فانا احطيكم الطريقة السهلة طيب اقول اول شي host equal طيب احنا بسمي اباخد الهوست ايش الهوست حقي الهوست الهوست تمام يعني كأننا بنقول للبيثون سوي connection عشان تستخدم الهوست استخدم الهوست اخزنته هنا وانا طبعا ليه سويتها كده احنا هستخدم مفسي كل الالكومي بدلا المكتوب مرتين خلاص يعني مرة واحدة طيب اقول port equal my port طيب بعد هنا نقول طبعا هذي الكلمات هي هذي المصطلحات هذي يعني او parameters موجودة جوة الفنكشن انا ما بكتوبها يعني افتراضيا طيب user my user طيب اللي مفاهم يعني يش بقول بالضغط ممكن يسألني user بعدين عندنا password equal my pass بعدين عندنا اخر شي اللي هو اسمها database كاملة كده equal my db db طيب هذي ش معناها معناها ان احنا منقول البيثون او البي جي البي جي خذي هذي البرامتر اللي سويناها واشبكينا بهذه الديتابيس طيب مسألة مهي معقدة مسألة جدا بسيطة يعني بس نعطينا البرامتر نسورا اشتغل طيب شوف لو كتبنا كده pgcon عشان يشوف اشوف 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 كاتب لنا انه هو connection object طيب هو انشأ connection object خلوا بالكم هنا شوف user شوف password عشان security برضو هم مبرمجينا انه ايش حطوها دائما triple x اشوف اشوف انه ما اطبع لك ايه طيب بعدين لدينا الhost والport طيب شايفين انشاء الله تكون واضحة معاكم الحين انا سويت connection للdatabase كيف استخدمها في geopandles عشان اقرأ الtable اللي هو قلت لكم الكنتريز طيب اول شي نقول SQL وخلينا نحط SQL هنا مرة واحدة SQL equal طيب select مثلا star from w countries اطبع اسم الملف دي غني اتأكد c o اتأكد yes اوكي نزبط طيب عيدة حين SQL statement طيب طبعا لازم تعرف انه عشان انا في public schema هذا يعني لي علاقة بالSQL ما استخدم يعني مو ضرور استخدم public dot لانه default يروح بس اذا كان في schema ثانية مثلا schema اسمها data يصير data dot كده طيب خلينا اول شي نروح لل pg admin ونسور لهذه SQL فاذا رحت ال w مثلا هنا query tool طيب طبعتها بلغاريا مثلا في اوروبا وهكذا طيب انا ما بشغله من data database احنا بشغله من python طيب خلينا نقفل هذا حين هادي don't save اوكي نروح هنا طيب حين عندي هذه SQL وهذا ال connection طيب كيف استخدم الاثنين مع بعض طيب ف لما اقرأ بشكل طبيعي في psycho pg طيب ما حق يعني ال geopandas مسهلة اكتر بكثير خلينا نقول مثلا خلينا نسميها مثلا انا هسميها pgdf انه يعني بتستخدم ال connection او pg ما ليش gdf psycho pg geopandas data frame طيب عشان هنسوي data frame تانية باستخدام SQL alchemy طيب حين لو كتبت انا gpd هذا gpd اللي هنا طيب dot فاكدنا نحن قلونا read file اول شي في function او مثل مثل ما عليش اسمها from post gis بس طيب هادي جوة ال python او جوة سوري جوة ال geopandas موجودة ايش تطلب تطلب SQL statement connection فنحن ال connection عندن ايش هو طيب هادي ال parameter names وتطلب حاجة اسمها geom column اللي هو ايش ال geometry column حين لو نرجع هنا معليش مرة ثانية بس كده نروح ل columns طيب ال default name geom بس انا ممكن اغيره ممكن اسمي the geom مثلا ولا اسمي مثلا my shape او اللي اللي يبغى ما يضر يعني طيب لانه النوع حقه هو geometry بس الاسم هنا geom فهنا لازم اعطي له اسم column حق ال geometry دقيقي اخي اتأكد انها تكون SQL كده اظن ما نعا اتأكد module has no attribute from the post msgjs او 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 ليش ما يش لانا دقيق او شي لازم استخدم صح geodata frame اللي حبط انا فال geodata frame ال class الكبير اللي هو يعني ال class الاساسي لل geopandas في function هذي انا استخدم دقيق بس بس اتأكد من هذي الحركة هنا مصبوط نا كده يعني اش حقان geopandas بوت انكتب sequel is not defined اجي ما اجل عشان انا صح انا ما ما سويت ال middle code كده اي مصبوط لا اشتغل كده طبعا ممكن تشيلوه عليه كيف كم لانه هو المفروض اول parameter يعني طيب الحين خلينا نشوف احينا نقلي تهم من ال database خلينا نقول dot shape اتأكد طيب 211 دولة و 5 اعمدة تمام فهذه اول طريقة باستخدام psycho pg طيب عشان استخدم SQL Alchemy وانا ليه بلحب اشرح لكم SQL Alchemy لانه ممكن واحد من من كم مثلا والله في عمل او في شغل او دراسته لتكون ال data مخزنة مثلا مو في postgres database مخزنة مثلا في Oracle طيب وقتا يستخدم SQL Alchemy بس طبعا لازم يغير ال database type يخلي Oracle طيب انا هستخدم نفس ال data بس حاور ريكم ده SQL Alchemy يعني شي ماهو صعب ترى فاول شي ايش اللي يحتاجو ممكن بس تسميها مثلا هنا شوف اقول connection string طيب لازم ابني string طيب هنا psycho pg لا اتطلب كل value الوحده طيب واظن في طريقة ان اعطيها connection string بس SQL Alchemy تطلب string بكامله فstring هذا دقيقة انا كاتبه هنا عشان بدل ما اه دقيقة عشان اكتبه غلط انا حط هنا في النوت عندي زي كده ايش هذا اشوف خلوا بالكم هنا هذا string طبعا اذا فاكرين يعني هذا من الباسيكس على البايثون 12345 values لما استخدم الفورمات هعطيله خمسة values وحيرتبها بالترتيب فحيحط my user هنا يعني يحط الpassword هنا يعني يحط الhost هنا وهكذا طيب فانحط نفس الvalues اللي قريت هنا هذه الطريقة اللي يحتاجها من SQL Alchemy طيب بحدينا خلينا نسميه مثلا SQL عشان نسوي الconnection دي حين بسوي الconnection هنا طيب شبيه يعني بال SQL AL CON equal create engine فاكرين هذه سونا هنا import create engine ما تتطلب ولا شي عشان تشتغل إلا إيش الconnection string هذا اللي سوي نحن خلص طيب لحنا لدينا connection ثاني على الdatabase طيب الconnection الثاني خلينا نستخدم نفس الطريقة عشان إيش نسوي الdatabase نسوي ال geodata frame بس خلينا نسميها مثلا SQL L كده اختصار SQL Alchemy طبعا هنا في شي لازم نغيره حين هنا connection PG can con اللي هو الأولاني خلينا نستخدم هذا اللي هو عشان نشوف تشتغل ولا لا طبعا اشتغلت الحمدلله هل نروح هنا نقول كده shape نفس الطريقة أو نفس الdatabase ما فرقت ولا شي طيب طبعا كمان هذا الشي برضو ما له دخل الحين في اللي بنسوي بس الواحد المفروض بعد ما يقرى الdatabase يقفل الdatabase طيب يعني مثلا أبقفل هادي البي جي كون لازم يساوي كده close طبعا في طرق تاني لتكفيلها بس لحنا هذا الشي قفلناها وهادي اللي هي السيكول مثلا هادي نقفلها نظن اسمها dispose أوكي مزبوط تمام شايفين فلحينا نحنا يعني إن شاء الله تكون واضحة معكم الصورة خلينا نمسح كل شي نروح من هنا لكل ما نحتاجه خلاص لنفس الشي يعني بس أنا ورعتكم كيف تستخدم السيكول الحين نبدأ من أول وجديد طبعا نحنا نساوي بس ما بنستخدم بس أنا شرحت لكم هي كده كده مزبوط طيب لحين خلينا نشوف هادي أول مثلا 8 نحن نحن هادي جيو جيو ديتا فريم طيب وعندنا موجود هنا الجيومتري طبعا الجيومتري في البوس جرس مخزن بس هنا الجيومتري حولت لنا هو كوتوماتيكيا ليش فاكرين اشهد هاد اللي هو الشيبلي جيومتري طيب بعدين عندنا النام البابيوليشن والأيجا أو سوري والكونتيننت اللي هي القارة وهي مزبوطة شغالة وآخر حلاوة حين خلينا بدل ما نسميها كده ماليش خلينا نعيدها كده هادي نقول بدل ما نسميها بي جي خلينا نسميها كونتريس كونتريس جيو داتا فريم طيب نشغلينها هادي نحينا هادي نلغيها كده نزبوط طيب نحينا نحن أمس كمان قرينا اللي هي حق الـ UFO خلينا قراء مرة تانية UFO GDF كيف قرناها قلنا GD GPD ما لش GPD طيب .readfile readfile قلنا اسمها الفايل اوش انا قل data نزبوط اسمه UFO قلنا اسمه UFO فنقر الجيو جيو جيو طيب 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 فنحن عندنا 2 يعني 2 geodata frames طيب أو geopandas data frames سموه اللي تبوه مشكلة طيب فنحن خلينا نتكلم بسرعة عن بعض العمليات الجغرافية طيب الشبيهة مثلا بأرك طيب فنحن خلينا نبدأ مثلا بالcountries نقول مثلا countries view data frame فاكل اسمه geometry طيب خلينا نشوفه كله مرة تانية احسن متأكد اسمه geometry أو geom ايسا ما هو countries view data frame ايبغالي صح سايلورا مرة تانية لاني ما زغيرت اسمه geometry geometry بقي قبل لا معناش اخينا كون اشوف اسمه اه اسمه geom طيب مو geometry طيب فعندنا اسمه geom هنا حين في احيان احيان انا ممكن مثلا اقول dot تعرفوا فاكرين استخدمنا هذي النفس المعادلة في postgis اللي هي centroid اللي هو مركز polygon شو لو كتبنا centroid centroid ما عليش كتبت اغنط شكل احيان oi اي طيب كتب centroid اعطاني points طيب هذا دحينا ماهو error عشان لايلا اخبطكم هذا warning طيب ايش بيقول الورنيك بيقول انه geomitry يعني انه عساس انه latitude longitude هذا شكل والله لمن واضح انه القيمة ماهي دقيقة تكون كتير لانه ما تحول اللي زي مثلا utm ولا اي نوع ثاني فهذا معنا مشكلة حين يعني نقدر نتغاض عن الورنيك هذا ماهو error اعطاني values هنا خلينا نشوف هنا حاجة دقيقة انسيت اشرح همس كنت بقول همس هذي CRS ايش يعني CRS اللي هو coordinate system طيب فالcoordinate system يعني زي لما تكونوا مثلا في ازري تفتح الملف وانشوف الcoordinate ايش الcoordinate هذي عندنا هذا الرقم هقول هو 4,3,2,6 استخدم WGS84 latitude ولongitude وهذه التفاصيل الثانية labsoid وما الى ذلك طيب معي انا ممكن اقول له مثلا اقول اسمها 2 CRS طيب بعدين اقول له مثلا دقيقة خلينا اجب دقيقة خلينا ابركم حاجة اني هي اس اي شوف اذا كتبت نفس الفاليو هذا هذا الموقع انا من زمن كنت ابركم هو دقيقة ممكن نفتح google او شي باع جود google حط اكي هذا الموقع طيب هذا الموقع reference مرة طيب اللي هو اسم ebst .io هذا يعطيكم list لكل نوع البروجيكشن فانا مثلا اقول لينا 4 3 2 6 اعطاني هذا البروجيكشن اهو افتهم ايش رحلي بالضبط ايش تفاصيله طيب خلينا نقول مثلا انا بغاشوف ابغى دور على تفاصيله 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 كفرط انا بس بحط قيمة افتراضية طيب search اهو طيب 37 36 هيكون في البحر الاحمر اظن اظن والله هلو 36 north ايه 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 اكفعان الابد ايه لا خلق انو ينزل شوية اوكي طيب مسعا هادا 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 الرقم حقه هنا طيب اه معانا شنان سيتس اللي هيسموه موزون الـ part حق الـ UTM ناسيسمو والممكن استخدم وقوم يعطينا مثلا الخطات اللي هن اللي جاء البحر الاحمر طيب هاد الرقم حقه لحينا طبعا ما هنستخدم يعني برويكشن بيوتي ام خلينا نقول مثلا اللي هو 1927 اللي هو دقيقة WGS27 ولا مركاتر دقيقة هنستخدم مركاتر طيب ويب مركاتر دقيقة اعطوني دقيقة بالله كده لانه انا ناسي الاسمح نواته شوية انا بدور على برويكشن تاني عشان نحاول ويب مركاتر EBSG 3857 طيب هنرجع الموقع المرة تانية 3857 اوكي مسمينه هنا سودو مركاتر طيب ايش السودو مركاتر هادا برضو برويكشن مر مهمة يعني تعرفوه شوفهم مين بيستخدموه بيستخدموه ArcGIS في ArcGIS Online OpenStreetMaps استخدموه في موقعهم جوجل مابس استخدموه في موقعهم وبينج اللي حقه مايكروسوفت نفس الشي طبعا ايش الفرق بينه بين ال WGS24 طريقة تعرضوه في الويب مابينج افضل طيب فخلينا نحول مثلا الديتا هادي اللي هنا عندنا هي 4-3-2-6 تمام لو حولناها على دا الفاليو شوف اعطانا ليش الوب مركاتر طبعا شبيه نوعا ما بالUTM شافينا الفاليو تغيرت ما صارت ايش ما صارت latitude و longitude تمام طيب 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 ما تغير الفاليو ما تغير الفاليو نحن هنا ما غيرنا الفاليو شايفين يعني بس قرأناه فاكرين شبيه ببانداز اذا ابغير الفاليو خلاصة بسوي ادمت هنا ممكن اقول له ايش سالطلصة 팬� الخاصة mind اتمام سالطلصة ممكن هي Definition keinen السpent الان في الدفاع سالطلصة هل ستستخدم هنا هنا يعني إذا إذا بحولها مثلا بديد طريقة يصير مثلا إيش أنشئ كولم جديد خلينا نسمي مثلا كولم جديد يسمي مثلا إن كده مثلا طيب الآن أنا ممكن مثلا عشان أقرى الثو كولم زادي مع بعض جم بعض كده نشوفهم نقوم الآن الكولم الجديد طيب نحن لدينا 2 كولم الكولم الأول نوع latitude و longitude والكولم الثاني نوع إيش هم الصلاة على سيدنا محمد اللي هو ال 385 ماليش دقيقة في عندي سؤال ده بس كده أنت بيت كل أداء مثلا والArcpy طيب هذا الموضوع يمكن كبير شوية اللي سائل عنه الأخ بس أنا ممكن أتكلم كلا كلمتين سريعة آآ ناخد كلا بريك من الموضوع اللي ندرس فيه هو بيسأل عن استخدام كل أداء مثل جيو بانداز وArcpy طيب وما هي المتطلبات قبل أتعلمهم المتطلبات يا أخي هي يعني بشكل بسيط أن الواحد يكون فاهم نظم المعلومات الجغرافية زي مثلا الإسقاط نحن نتكلم عن الإسقاط نحن صح؟ طيب فعادة إذا نبقى سوي مثلا intersect بين ملفين مثلا أو two data sets لما نسوي intersect إذا مثلا الإسقاط حقه مختلف ما يعطيني results يعني صحيحة طيب أو ممكن ما يعطين results أو ممكن ما يشتغل كمان نهائيا أنا خليل أعطيك كده فكرة تانية يمكن أجاوبك بطريقة مختلفة شوية عن سؤالك مثل واحد يستخدم جيو بانداز ومثل واحد يستخدم Arcpy Arcpy اللي هي الإيش اللي موجودة أو اللي تستخدم في إيش في عالم الإزري طيب أنا في مشاريع كثيرة استخدمت الاثنين مع بعض والسبب إنه أحيانا الجيو بانداز مثلا يكون في ميزات أسرع أو متوفرة أو أسهل من الArcpy وأحيانا في الArcpy تكون بنفس الطريقة يعني العكس صحيح طيب أعطيك كده بعض الأمثلة مثلا في وظيفة كنت شغال وكان من المتطلبات إني أقرى الديتا وتكون جيو جيسون فورمات طيب الجيو بانداز زي ما أنت شايف مثلا هنا في اللاين ثيرتي وون عنده قدرة نقرى الجيو جيسون الArcpy ما يقدر يعني عليين يمكن قبل سنة أنا آخر مرة شيقت ما عندهم الإزري عندهم يعني عندهم الفورمات الخاص بهم أظنني اسمه إزري جيو جيسون بس مختلف عن الجيو جيسون العام فأنا مثلا ممكن أقراها الديتا وبعدين أستخدمها وبعدين بعدما أسيفها مثلا shapefile وأسوي لها load في الArcpy طيب أنا دحين هنا سوى treatfile فيه function اسمه tofile يعني ممكن أقرأ جيو جيسون بعدين أقول tofile أسمي shapefile أو أسمي يعني أخلي الإكستنشن حقه shape بعدين أفتح في الArcpy مثلا هذا مثال مثلا بسيط إنه كيف أقدر أستخدم المكتبتين مع بعض اللي هي الجيو بانداز والArcpy مثال تاني مثلا الجيو بانداز ما عنده مثلا خلينا نقول اللي يسموها الNetwork Analysis طيب تعرفوا الNetwork Analyst اللي مثلا في الإزري الفنكشيز ما هي متوفرة في جيو بانداز لازم نستخدم لائبرز تانية فأحيانا ممكن أنا أقرأ ديتا في الجيو بانداز بس بعدين سأحملها في أحولها لArcpy عشان أستخدم الإيش الSpecial Analysis functionality اللي هو مثلا مو مو Special ما عليش Special Network أو Network Analyst Network Analyst اللي هو يعني مثلا يسوي لنا عملية مثلا نافيقاشن من نقطة لنقطة طيب الجيو بانداز ما عنده هذه الخواص فيصير أنا ممكن استخدم الأرك باي في ديل حالة بدلا ما استخدم جيو بانداز و الجيو بانداز بشكل عام كمانا مثلا مقارنة بإزري أو بالأرك باي بعض العمليات يكون أسرع طيب لما تكون الداتا ضخمة أسرع يكون طيب طيب و الدمج بينهم زي ما ذكرت لك يعني ليه سيناريوس كثيرة مرة و كثير من المبرمجين بيستخدموا لتنين مع بعض لأنه الأرك باي عنده يعني مزايا ما هي موجودة في الجيو بانداز والجيو بانداز عنده مزايا ما هي موجودة في الأرك باي طيب فأنت بتقول يعني كيف استخدم كل أداة لا إذا بنتعلم كل أداة يعني يبغى لنا وقت طويل مرة طيب أنا بعطيكم فكرة عامة يعني خليني أقول أعطيكم البيسيكس وبعدها يعني ممكن الواحد يطلع أو بممكن يسألني أسئلة في الفيديو مثلا أو في البوست يعني في اليوتيوب وأنا أشارككم مثلا إذا مثلا إجابة سريعة ممكن أجاوب عليها إذا إجابة تحتاج وقت ممكن أنا مثلا أعطيك رابط معين تقرأ فيه طيب نحن إحنا بس بنشرح بشكل عام إيش معنى الجيو بانداز طيب الارك باي أنا يعني عندي كلاس في اليودامي بس بالإنجليزي وأنا صراحة إحنا ما عندي الارك باي جايس السوفتوير حتى أقدر أشرحه مرة تانية بالعربي بس إن شاء الله إن شاء الله يمكن قريب أتحصل عليه وممكن يعني يعني أشرح لكم إذا حابين أنا الارك باي برضو طيب لحينا خلينا نرجع لموضوعنا وشكرا يعني على سؤالك وإن شاء الله يعني ممكن نتكلم عنه أكتر إذا حابب يعني تعلق مثلا في الفيديو في الكومنتز لحينا نحن قلنا هنا إنه فيه 2 كولومتز واحد الجيومتر الطبيعي اللي هو باللاتاتوت واللونجاتوت والتاني بايش؟ بالبروجيكشن الثاني لحينا خلينا نستخدم بعض الدولة الجغرافية وهذا برضو لي علاقة بسؤال بسؤالك الأخ إسلام إسلام حسنين طيب مضبوط شوف لو تخلوا بالكم هنا ما أعطينا error أو ما أعطينا warning أسف هنا هيعطينا warning طبعا إيش الفكرة؟ يعني عادة يعني بصفتنا يعني كلنا متخصصين في الجايس نعرف إنه مثلا القراءة الأبعاد وقراءة المسافات أدق لما يكون الديتا تكون تكون مسقطة بشكل يعني مثلا شبيه بالـ مو مثلا بالـ بالجيوغرافيك خلا نقول بلغة الإزري في عندهم جيوغرافيك وبروجيكتد فالجيوغرافيك يعني الديتا ما تكون دقيقة كتير طيب فعنده هنا سنترويد تمام؟ أنا ممكن أقول برضو شوف هنا سنترويد X سنترويد Y طبعا إيش معنا بلاس 6 لأنه هو إيش؟ أظن الجيوباندس الدفولت حقه يعطينا 15 خانة نحن ممكن طبعا إيش؟ نخليها 7-8 خانات طيب إذا حابين يعني باستخدام اللي هو الـ طيب الحين أنا ممكن أسوي أوبجيكت أو كولوم تاني أسميه سنترويد حقه لهذا مثلا نقول نقول كده دقيقة هو هنا كده خلينا نسميه سنترويد نسميه طيب الحين لو نجي للجيو داتا فريم هادي ونقول له head نشوف عندنا الحين في نفس الـ داتا فريم طبعا هذا شيء ما هو طبيعي عادة إنه أكثر من كولوم خاص بالإيش؟ بالجيومتري عندنا هنا جيوم وهذا اللي حولناه عن طريقة 2CRS الفونكشن اللي هنا هين كتبنا هذي اللي هي هذي مضبوط والثالث اللي هو السنترويد طيب طبعا لما نأجي أخزن ده حين الملف عادة يعني الجيو باندس يعني تتوقع إنه عندك كولوم واحد عشان تحول لك هو مثلا لشيب فايل لأنه تعرف مثلا الشيب فايل ما يرضى يكون عنده أكثر من جيومتري بالنسبة للركورد واحد طيب الجيو جيسن نفس الشيء في الجيو باندس ما يرضى طيب مع إنه الجيو جيسن ممكن بس لا لا ما أظل ممكن والله ما يمتكد البوست جايس هو الوحيد اللي يسمح إنه ممكن يكون أكثر من جيومتري وهذي برضو ميزة لي بس إنه برضو في ناس يشوفوه أنه عب إنه تلخبط المبرمج مثلا ولليقرد ديتا مثلا كمحلل نظم معلومات جغرافية مثلا طيب فده حينه تكلمنا عن السنترويد تكلمنا عن شي اسمه أي ثاني السيارس طيب خلينا أنا ما أتكلم كثير عن اليو اف او ديتا هذي خلينا نستخدم هذا حينه نشوف اليو اف او ديتا هذي مثلا نقول دات نشوفه الكلومس حقتها هو شي طيب عندنا الجيومتري الشيب هذا زي ما قلت لكم خلينا وليكم وش الشيب يعني هذا برضو شي خارج شوي على الموضوع جي دي شيب نحن نستخدم الفونكشن اللي هي أصلا من بانداز طيب لنه الجيو بانداز مبني على البانداز طيب شايفين ايش مكتوب سيلندر لايت سيركل سفير ديسك فايربول أج شي غريب هذا طيب ترعلي فكرة يعني هذي الديتا موجودة في كل يعني أنا قاعدت أقرأ فيها شوية كده لقيت أن ريبورتس مسجلة من كل العالم حتى لقيت ديتا كثيرة من العالم العربي في ناس ما أدري كيف يسوي ريبورت وللايجنسي هذي بيقولوا مثلا أنا كنت في المنطقة الفلانية وبطالع في السماء وحصلت مثلا شكله زي البرامد أو زي الكون يعني أو زي الأج شكله زي البيضة مثلا أو شكله زي الدوم زي القبة مثلا طيب يعني هي الديتا غريبة شوية بس أنا يعني بستخدمها هنا عشان يعني أقول نكسر الروتين شوية في إيش في استخدام أو في شرح المعلومات يعني حبيت أسوريكم إنه في ديتا يعني أحيانا تلاقوها غريبة شوية وفي ديتا يعني تكون خارجة عن الطور عادة فا كريسنت هذي معناها هلال دايمند شكله زي الديامند يعني هما بيقولوا إنه هذي الأوبجيكتز اللي شايفينها شافوها في السماء كل واحد سوا ريبورت واختارها شكل معين طيب على العموم الحين عندنا نحن ما عشان اليوم بس بنتكلم على الدولة الجغرافية جيومتري دات بوفر طيب distint 0 0 0 طيب دقيقة جامتريس أو حسبها طيب طبعا الوحدة هنا برضو ليم تسوي ورنغ لأنه بستخدم كما الـ 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 لو نحوله مثلا نقول كده أنا ممكن أسويها كده هنشوفها To CRS هنشوف هنشوف الشحب هنا في CRS هنا نستخدم نفس الطريقة نحن هنا distance صارت بالمتر دعنا نقول مثلا 500 متر بيحشبها طرح أعطانا وعطانا error نستخدم الوحدات الطبيعية المتر من أول كنا نستخدم الدرجات طيب فأنا ممكن دا حين أسايفها كمان في column ثاني طيب أو ممكن مني ما يسايفها خليها زي ما هي تمام على العموم يعني اليوم ما شاء الله طولنا كثير وشرحنا حاجات كثيرة تعلمنا كيف نقرأ الـ data من الـ database وراجعنا كيف نقراها من ملفات وبعدين يعني استخدمنا بعض الدوال الجغرافية زي سنترويد زي البوفر طيب وتعلمنا برضو هادي برضو تعتبر دالة جغرافية اللي هي تحويل من التحويل من برجكشن لبروجكشن طيب و كرينا الـ data باقي الشي الأخير اللي نتكلم عنه اليوم اللي هو كيف نسيف الـ data طيب خلينا نقول مثلا هادي الـ countries طيب الـ الـ gdf هادي طيب انا ابغاد ادى حين امسح يعني كثير من الـ columns و كده فخلينا نسوي هنا حين الـ ufo gdf طيب هاي شوفوا خلينا سوي ريسة لكل شي مع الـ output طيب نبدأ من هنا حينش بنسوي قرينا مالـ database سوينا load للـ data مالـ database طيب مو هادي انا مو هادي ابغاد الـ countries هادي ايوي ماليش حين هذا الفايل كان موجود في الـ database انا مثلا احتاج ان يحولوا لـ shapefile طيب فايش تسوي ممكن استخدم الـ function هادي to file طبعا ايش يحتاج يحتاج مثلا الـ path اول شي اقول data طبعا ممكن تسويوا مكان ما تبوه بس انا هسميه مثلا هنا countries بس كده countries.shp طيب بعد هنا عندي شيء هنا مهم لازم اقوله اللي هو driver اقوله هنا azri shapefile خلينا اتأكد بس انه الـ driver اسمه مضبوط نقول del geo pandas او لا لا Fiona drivers يكون شو طلعا هنا ايا ازري shapefile مضبوط طيب فاكرنا الفيونة الفيونة اللي هي اللي الجيو بانداز بتستخدمها عشان تقرأ الفايل وتخزنها فعندنا شوفه مثلا هنا انا نكبر هذا عندنا مثلا اسري shape file عندنا مثلا map info اللي بيستخدم map info مثلا في عندنا شوفه الجيو جيسون في عندنا فايل جيو داتاباس هذا شي جديد اول مرة شوفه انا وفي عندنا open file جيو داتاباس فتوقع هذا يعني اسري يمكن يعني اضافوه الفيونة ولا سمحونا هم ما ادري والله شي جديد اداول مرة شوفه صراحة وطبعا فيه لايبرز في غيره فيه انا افتكر فيه kml كمان وفيه هذا من الجي بي اس اذا واحد بيقرأ من الجي بي اس على العموم فانا بخزن الديتا اساسي انها اسري shape file طيب فلازم اقول له driver equal اسري shape file طبعا لو قلت له driver مثلا map info لازم اعطي له extension حقه انا ماني فاكر اشي extension حق الماب بس ان شاء الله تكون واضحة معكم طيب الحين هنا هنفتح الديتا او شي الديتا عندنا نيو هادي الملفات فين احنا بالضبط في هذا الملف اوكي طيب هدي الخلية هيا خليني نسوي ران اوكي او طلع مزبط شوف اعطي سولنا shape file shape file ادي حين انا ممكن افتحه مثلا في qgis افتحه في ازري افتحه في ارك ماب مثلا ولا في ارك برو او في اي برنامب يقرأ shape files طيب اه هادي المحاضرة يعني كانت طويلة شوية ممكن فيها تفاصيل كثيرة فا باب الاسئلة مفتوح ترى احنا انا سيبكم مدة دقييتين عبل ما اختم اختم المحاضرة اللي عنده سؤال تاني ممكن يسألني في التشات او اذا بيسألني بعد ما سوي اه بعد ما ارفع الملف يعني او في في البليلست اه يحط مثلا اسئلته في في الفيديو او حتى اذا حابب يرسلي على الخاص انا يعني عادة فينا سيرسلولي على اللينكتين فينا سيرسلولي على على التليجرام وفي غيرا يعني اكتر من طريقة ممكن يعني تتواصل معي بيها طبعا انا في اللينكتين ممكن اسهل طريق انا بالنسبة ليها عادة انا شيكل لينكتين دايما فاللي عنده يستفسار ممكن يعني طيب دقيقة احدا في سؤال هنا طيب هذا السؤال بيسأل نفس الاخ يقول ايش ما 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 هي ميزات استخدام جيو بانداز وارك باي بدل ما نستخدم الارك جي ايس طيب السؤال ده كبير شوية وممكن اجاوي عنه كده باختصار البرمجة بشكل عام طبعا جيو بانداز وارك باي يعني لايبريريز او باكيج سوري في موجودة في 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 البايثون ايش الفكرة انه انا مثلا اذا في بعض العمليات لما استخدم ارك جي ايس بدون بان برمج تحتاج وقت لما اسويها برمجيا اقدر اختصر وقت مركة طويل وانا ممكن اعطيكم بعض الامثلة بعض الامثلة من 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 حاجاتي لانا سويتها يعني في شغلي مثلا اه طبعا هذا الكلام برضو عشان بناحي دقيقة هذا الكلام قديم شوية الحين يمكن الكلام ده يتغير لأنه كثير من الديتابيس تسوي أوتو باكب مثلا فمن زمان أفتكر كنت أشتغل في أرامكو وكان عندنا انتربرايز زيو داتابيس حقا تأزري وهذه الديتابيس يعني فيها ديتا ضخمة لأرامكو وكان لازم نسوي لها باكب فما كان فيه ما كان فيه أوتوميشن في الباكب من جهة الأوريكل نفسه لأنهما كانوا خزيني على الأوريكل فالحاصل رئيسي في ذلك الفترة طلب مني أن يكتب كود والكود هذا يسوي يعني يسوي باكب لكامل الديتابيس ويسمي الملفات مثلا خير نقول فيتشر كلاس مثلا اسمه بيلدينغز أسمي بيلدينغز أندرسكور كنسخة ثانية بالتاريخ اللي بيسر له رن للباكب وفي نفس الوقت يعني طلب مني أنه مثلا أسوي الباكب بشكل أسبوعي وبعد كل أربعة خمسة أسابيع أمسح الباكب الخامس يعني خلي بس أربعة باكبس موجودة فيش في الداتابيس لكي لا تتعبه فمثلا إذا أنا بديت مثلا خلينا نقول من شهر واحد سويت أربع باكبس جاء شهر اثنين أسوي باكب أمسح أو أقدم باكب في شهر واحد واستبدلوا بايش بالباكب الجيد من شهر اثنين طبعا هذه العملية إذا الواحد يسويها مانيولي تتطلب وقت مرة طويل إنه تمشي على ملف 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 طبعا يعني بالذات لما يكون يعني كان عندنا مثلا فوق ميتين فيتشر كلاس إذا الواحد يسويها مانيولي حتى تاخد وقت مرة طويل بس عن طريقة البايثون أو عن طريقة البرمجة بشكل عام يعني هذا الشيء مو خاص بجيوبانداز واركباي طريقة البرمجة بشكل عام كتبت كود والكود هذا مثلا ستسوي له رن قبل الويكند سوي له رن ويقعد يقرأ كل الشيب فايلز أو سوري كل الفيتشر كلاسيز في الانتربرايز زيو داتابيس ويسوي لها باكب وبعد ما يسوي لها باكب يتأكد إنه مثلا في باكب أقدم ولا ما في أقدم وغير كده مثلا إذا مثلا ملف ما قدر يسر له باكب كنت أسوي حاجة اسمه في حاجة اسمه لوجينج لوجينج يعني إيش تسوي ريبورت في الكود إنه مثلا ترى الملف الفلاني سر له باكب الملف الفلاني ما سر له باكب يصير أرجع وأشوف ممكن الملف ده كان في مشكلة ممكن كان عليه لاك ولا كان خربان ولا كان شيء أصلحه مثلا وأنا أسوي له باكب ماني ولا بعدين أو في الباكب الجديدة يعني تتعدى العملية طيب فهذا هو يعني هذا واحدة من الفوائد من الفوائد التانية مثلا للبرمجة يعني في خلنا نقول مثلا بندمج ملفات من مناطق مختلفة وكل بعد فترة جينا ديتا بنفس الطريقة فبدل ما سويها مانيولي برضو أقدر سويها عن طريقة الكود طيب فالفكرة أخي الفاضل يعني أنه البرمجة بشكل عام في الجي آيس تغنيك عن شغل يعني ممكن مثلا شغل تحتاج تسويه يوم يومين وراء بعض ممكن تكتب سكريبت صغيرة مثلا وهي تسوي لك الشغل حقك هذا مثلا وأنت تركز على حاجات تانية فهذه يمكن أكبر فايدة خلنا نقول لاستخدام مثلا زي الجيو بانداز والأرك باي طيب إن شاء الله تكون واضحة الصورة ده حينة عندي سؤال تاني ممكن نستخدم مكتبة الجيو بانداز مع برنامج جيو سيرفر الجيو سيرفر اللي هو البرنامج شبيه ممكن نقول لحد ما بارك جايس أونلاين للي يعرفوا الإزري وهذا سؤال جميل صراحة الجيو سيرفر والجيو بانداز أعتقد والله أعلم ممكن لأنه نعرف الجيو سيرفر إقرأ من البوست جايس يعني ممكن الواحد في الجيو سيرفر إنشئ لير وتكون تقرأ عن طريقة البوست جايس وبعدين الجيو بانداز يقراها طيب وأتوقع والله أعلم والله أعلم أنه هذا الشيء موجود جيو بانداز أكتب هنا كده بسرعة طيب ايوه مزبوط طيب شوف هذا الجواب لسؤالك يا أختي فهنا أستخدم الجيو باندس وبعدين في هذه اللايبري اسمها أنا صراحة يعني اليوم يعني آخر يوم لي في السلسلة هذه بس أنا أفكر إن شاء الله يعني أرجع لكل أحد أو كل يعني أحد وراء أحد أن أسوي محاضرة فكان في بالي أن سبحان الله أشرح في المحاضرة الجاية إن شاء الله اللي تكون الأحد الجي أنا اللايبري اسمها request لأن هذه اللايبري إيش فكرتها تقرأ عن طريقة إيش يعني تقرأ urls فالurls هذه تعطينا data فمثلا الجيو سيرفر url يعطينا data الريكوست ممكن يقراها وبعدين يحولها الجيو باندس أو يحولها الديتا والديتا يقراها الجيو باندس طيب فهذا يعني نجاوب لسؤالك وبالنسبة للريكوست هذه يعني تقرأ ترى ممكن حتى مثلا ArcGIS APIs يعني إذا عندكم فكرة على ArcGIS API برضو url تكون مثلا مفتوحة أو من ArcGIS Online أقراها وتطلع لرجع للديتا طيب فأنا الأسبوع يعني إن شاء الله يوم الأحد حتكلم عن ده الموضوع بإذن الله وحستخدم حاجة اسمها إذا سمعتوا عنها Open مو ستريت ماب اسمها Open Weather Map نظن اسمها كده أيوه هذي هذي طيب اوكي الOpen Weather Map هذي إن شاء الله هستخدمها مع المريكوست إيش تيسوي بالضبط هذي تقرأ يعني ممكن نعطيها Latitude و Longitude وتعطينا إيش أريكم من أجزامبل سريع بس كده تعطينا مثلا ال Current Weather للمنطقة تعطينا هذي الديتا اللي أنا شفتها صراحة مهمة اللي هي Air Pollution طيب فهنتعلم شوف يعطينا البلوشن لكل هذي الغازات السامة مثلا في منطقة معينة وفي عندنا Ultraviolet Index طيب فإن شاء الله هتكلم عنها بإذن الله يعني ما أنا متكد صراحة يمكن الأسبوع اللي جاي أو اللي بعده طيب يعني بس إن شاء الله هاعلن عنها إن شاء الله في LinkedIn و هذي يعني بالضبط API إجابة أنا على سؤالك يا أختي هذي API شبيها مثلا ب API جاية من Geo Server شبيها من API جاية مثلا من ArcGIS Online والArcGIS Server معين مثلا وأنظمة تانية يعني اقرأ WMS و WFS اقرأ فورماتس مرة كثيرة فهذا الشيء ممكن إن شاء الله بس أنا ما قد جربته عشان أكون صادق معك بس إنه هنا يعني الإكزامبل هذا والله أعلم إنه بيستخدم الإيش الجيو سيرفر طيب إن عنده كمان إكزامبل تاني العموم اليوم ما شاء الله طولنا يعني على المعتاد و إن شاء الله يعني تكونوا استفدتوا من المحاضرة وأنا حرفعني إن شاء الله بعد ما أغلق ذحينه يصير اللي حابب يشوفها مرة تانية أو اللي ما قدر يشوفها اليوم يشوفها مرة تانية إن شاء الله و برضو ترى أنا زي ما ذكرت لكم يعني في اللينكتين عادةً اللي يسألني ممكن أجاوبه أنا أريد استفسار وأساعده في الكود إذا حابب مثلاً يسوي شي معين وهذه المحاضرات اللي أنا بديت فيها من البداية لليوم هذا يعني ما غطت كل شيء ولا غطت حتى ولا 20% من المحتوى للبايثون والنم باي والباندز والجي باندز بس يعني عشان ضيق الوقت أول شيء وتاني شيء يعني إنه أفضل إن الواحد لما يتعلم بنفسه يعني ممكن إنه أحد يساعده شوية يتعلم البيسيكس والأساسيات وهو يبدأ يستكشف يشوف مثلاً هل أنا أقدر أسوي كده ولا ما أقدر أسوي كده و زي ما قلت لكم يعني دائماً الموقع اللي اسمه موقع مرة ممتاز إنكم تشوفوا فيه يعني إيش أو تسأله تكتبوا أسئلتكم مثلاً يعني ممكن الواحد يقول مثلاً ممكن يكتب يقول What is the difference between GeoPandas and ArcPy بلاقي ناس كتير يتكلم عن هذا الموضوع ممكن واحد يقول مثلاً يكتب سؤال Read WMS from GeoServer Load it into GeoPandas و تطلع يطلع content مرة كتير برضو غالباً يعني و ممكن واحد يقول والله مثلاً أوريق Connect To أوريد Special Data From Oracle Database بدال Postgres هدا شي تاني برضو ممكن اختيار تاني يكون طيب وهكذا يعني Stack Overflow الموقع عادة يعني مفيد جداً ليش لاستخدام للبحث عن الإجابات و Kaggle الموقع اللي برضو حكيتكم عنه موقع Kaggle موقع جداً ممتاز للبحث عن ال Data طيب في Data مرة ضخمة و كلها مفتوحة المصدر طيب يعني اسمها Open Data مو Open Source ستفرك شوية في المعنى على العموم هذا كل شيء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك و نتوب إليك